السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبد الرازق استشاري جهاز هضم وكبد وحميات أتشرف بوجودي معكم اليوم سنتحدث عن موضوع حمى البحر الأبيض المتوسط هذه الحمى تصيب عدد كبير من الناس في بلدنا هذه الحمى موجودة في الشعوب التي حوالي البحر الأبيض المتوسط مثل الأرمن، الأطراق، اليهود، العرب، الإيطاليين، اليونانيين، القبرصة كل هذه الشعوب بنسبة واحد شخص مصاب لكل 200 شخص سليم حمى البحر الأبيض المتوسط منتشرة جدا هي فعلا منتشرة بنسبة كبيرة في المناطق وهي عادة بذكور أكثر من الإنس يعني الزكور عددهم مرتين عدد الإنس نحب أن نلفت النظر أن هذه الحمى تكون موجودة عادة من عمر خمس سنين لخمستاشر سنة نكتشفها في هذا السن، لكن يمكن أن تأتي قبل سن الخمس سنين و يمكن أن تأتي بعد سن الخمستاشر سنة يعني يمكن أن نجد ناس عندها حمى البحر الأبيض المتوسط سن 30 سنة، سن 35 سنة، سن 40 سنة لكن طبعا هذه حالات ندرة بالنسبة للناس ذهيت ما هو سبب المرض؟ هذا المرض عبارة عن مرض وراسي مناعي يعني هذا الشخص عنده عيب في الجينات وهذا العيب أو الطفرة الجينية التي تحدث فيها لها صفة متنحية يعني ليس شرط أن الأجداد أو الآباء تعاني من هذا المرض لأن هذا يمكن أن تأتي من الجدود ولكن ليس كل الأجيال تعاني منها هذا المرض نتيجة عيب أو طفرة في جين معين هذا الجين على كروموسوم معين هذا الجين نسميه MEFV وهذا الجين هو الذي يتحكم في بروتين معين اسمه البيرين وهذا البروتين هو الذي يتحكم في السيطرة على الالتهابات عندما يكون هناك خلل في هذا الجين يظهر بروتين معيب يعني البيرين الذي يتحكم في الالتهابات وبالتالي تحدث النوبات المتكررة في هذا المرض بالنسبة لهذا المرض ما هي الأعراض؟ الأعراض هي عبارة عن نوبات متكررة من الألم الشديد عادة تبقى في البطن بنسبة 95% لكن ممكن تبقى في الصدر ممكن تبقى في القلب ممكن تبقى في المفاصل هذه الأعراض تبقى مصحوبة بأعراض تانية غير الألم يعني ممكن يكون هذا الشخص عنده ارتفاع في درجة الحرارة ممكن هذا الشخص من الألم الشديد لا يستطيع أن يتحرك من الألم في بطنه لو جاه في الصدر ممكن يكون ليس قادر يأخذ نفسه لو جاه في القلب المريض يشعر بأنه سيموت أو ليس قادر يتحمل هذا الألم ولو جاه في المفاصل المريض ليس قادر يتحرك من وجه المفاصل ممكن تبقى في مفصل الكاحل أو مفصل الفغذ أو مفصل الربتين أيضا ممكن تبقى في الخصيتين نحب أن نعرف ما هي الأماكن التي تصيب البطن أو الصدر أو القلب هي تصيب عادة الأخشية المبطنة هذا المرض يصيب الغشاء البريتوني المغطي للأمعاء والغشاء البلوري المغطي للرئة والغشاء الطموري المغطي للقلب والغشاء المغطي للخصيتين التي هي تيونيكا فيجينالس حتى يمكن أن يصيب الأخشية السحائية التي تغطي المخ بالنسبة لهذا المرض نعرف أنه التهاب متكرر عبارة عن نوبات الشخص يعاني منها وفي نفس الوقت تقعد فترات معه يمكن أن تقعد ساعات يمكن أن تقعد أيام وهي تذهب عادة بالمسكنات وبعض الأحيان تذهب من نفسها بالنسبة لهذا المرض نحب أن نلفت النظر أن الجين الذي يتوارث هذا يمكن أن يكون متجانس وغير متجانس هذا ما نكتشفه عندما نقوم بعمل تشخيص للمرض كيف نشخص حالة المريض؟ أولا نعرف التاريخ المرضي والتاريخ العائلي نرى الآباء عندهم هذا المرض أو الجدود الأقارب ونفهم بالضبط ما هي الحالة المرضية التي تأتي للمريض نعرف هل المريض لديه نوبات متكررة من هذا المرض أو لا؟ ويأتي أمتى؟ ويأتي أمتى؟ أيضا من ضمن التشخيص نقوم بعمل تحاليل نجد أن قراط الدم البيضاء عالية نجد سرعة الترسيب عالية سرعة الترسيب نجدها عالية ولكن هذه تتشابه مع حالات كثيرة لكن نقوم بعمل الإختبار الجيني يتبين لنا إذا كان هذا الشخص عنده حمى البحر الأبيض المتوسط وإذا كان من النوع الجين المتجانس أو الجين الغير متجانس إذا كان من المتجانس تقعد فترة طويلة عند الشخص والأعراض تبقى قوية أما الغير متجانس فتقعد فترة قليلة عند الشخص وفي نفس الوقت قوة أو حدة الحالة تبقى قليلة بالنسبة أيضا نقوم بعمل اختبار اسمه سيرم أميلويت هذا نقوم بعمله كل ست شهور أو كل سنة لكي نقيس مدى التشمع الموجودة عند هذا الشخص هذا أيضا اختبار مهم يجب أن نتابع به الحالة وأيضا نقوم بعمل وظيف كلا للناس التي عندها الحالة على أساس أن نتابع كلا هذا الشخص بالنسبة لعلاج هذا المريض نعطي له كل شيء سين والجرعة من نصف أرص يعني من نصف ميلي جرام حتى 2 ميلي جرام وبعض الأحيان نزيد عن 2 ميلي جرام الناس الذين هم المليانين نعطيهم ممكن 6 أقراص يوميا يعني في حدود 3 ميلي جرام طبعا هذا الدكتور هو الذي يحدد الجرعة المناسبة لكل مريض لكن معظم الحالات من نصف ميلي جرام إلى 2 ميلي جرام في بعض الحالات لا تستجيب للكلشيسين نعطيها في دويين ممتازين نسميها أدوية بيولوجية واحد اسمه أنا كينرا والثاني اسمه كان كينيوماب الاثنين محققين نتائج ممتازة ولكن غاليين قليلا كم نسبة الحالات التي يفشل فيها الكلشيسين؟ حوالي 5% نلاحظ أن الكلشيسين يجب نتائج ممتازة مع 65% يقلل حدة الألم وفي نفس الوقت يقلل فترات النوبات ويقلل التشمع 35% أو 30% من هذه الحالات يأتي لهم الأعراض على خفيف 5% لا يتحسنون على الكلشيسين ونضطر أن نضي الأدوية البيولوجية بالنسبة لهذا المرض مع الأسف الشديد من صعوبة التشخيص لأنه ساعات يأتي في الأطفال الصغيرين أقل من 5 سنين وبعض الأحيان الأطباء يتلغبطون فيه ويمكن يعمل عمليات مثل التهاب الزايدة ويشيل الزايدة أو التهاب المرارة وينشيل المرارة وهو المريض لا يوجد هذه الحاجات وهو عنده حمى البحر الأبيض المتوسط بعض الأحيان السيدات يبقوا حوامل هل نستمر على الكلشيسين أو لا؟ أيوة نستمر على الكلشيسين وهذا طبعا مطروك لمتابعة الطبيب وهو الذي يقرر إمتى يستمر وإمتى يتوقف في بعض الأحيان الكلشيسين يعمل أعصار جانبية مثل مغس وإسهال في هذه الحالة نوقف الكلشيسين ونبدأ ندهوله للمريض مرة أخرى بالتدريج بالنسبة لدي بعض الأدوية ممنوعة أن نعطيها لهذا المريض مثل دلتيازيم، إيريسروميسين، كيتوكينازول هذه الأدوية يعالج الفطريات إيريسروميسين مضاد حاوي هذا دلتيازيم مرض للضغط طبعا الدكتور يبقى واخد باله وليس يضع هذه الأدوية في حالات حمى البحر الأبيض المتوسط أيضا الجريفروت ليس من المستحب أن نشربه مع حمى البحر الأبيض المتوسط نلاحظ أيضا أن هذا المريض في بعض الأحيان التشمع الذي يحدث لو لم نأخذ الكولشيسين هذا يمكن أن يؤثر على الكبد يمكن أن يؤثر على الكلا ويقوم بفشل كلوي وهذه من المضاعفات يمكن أن يؤثر على القلب ويقوم بعمل هبوط في عضلة القلب فلازم أن نستمر على الكولشيسين مدى الحياة لأن هذا يقلل التشمع والمضاعفات المرض النقطة الثانية التي أحب ألفة النظر لها يجب أن نراعي أن هذا المريض يحتاج دعم نفسي لأن عندما يكون طالب لا يستطيع أن يذهب إلى المدرسة بانتظام أو عندما يكون موظف أو عامل لا يستطيع أن يذهب إلى شغله بانتظام وبالتالي واجب أن نقوم بعمل دعم نفسي لهؤلاء المرضى أرجو أن تستفدتم من الفيديو أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته